اشتركوا في القناة تدخل على البلد عشان فيها كاميرا وهيك على كل ان عملوا اشي من ولا اشي وصار بدهم يدخلون عليها امندولة وبدهم ينزلون على المخابرات ومش عارف شو المهمة علينا فصارت معي شوية مشاكل اليوم جبت لكم شغلة بسيطة وان شاء الله بتفيدكم زي ما انتو شايفين من العنوان اليوم رح احكي عن طريقة معرفة مين قرأ رسالتك في جروبات الواتساب ومين مقرأهاش فعشان تعرف كيف خليك معاي يلا نحكي بسم الله ومبلش في الشرح زي ما انتو شايفين انا حاليا بجروبنا الخاص فيه انا وصحابي اللي بندرس مع بعض زي ما احنا عارفين انه بالجروبات انا بحكي مع الناس والناس بيحكوا معي بس كيف اتأكد مين اللي شاف الرسالة او قرأ الرسالة اللي انا كتبتها ومين ما قرأها فلنفرض انه كلمة مثلا المركزي هاي بدي اشوف مين قرأها ومين ما قرأها فكل اللي علي فقط اني اكبس عليها كبسي مطولة بعدين بختار علامة التعجب هاي اللي هون رح تطلع لي هاي الشاشة بحكي لي message info او معلومات الرسالة بطلع لي الرسالة اللي انا اخترتها اللي هي كلمة المركزي وبطلع لي تحت مين قرأها زي ما انتو شايفين read by او قرأت من قبل كسواني قرأها عمر النبالي قرأها وصديق نزع بقرأها زي ما انتو شايفين هون صحين باللون الازرع اما بالاسفل تحت في عندي deliver to انه توصلت او تم ايصالها الى احمد الطباسي احمد الطباسي وصلتوا على تليفونه ولكن ما فتح لي group وما شاف هاي الكلمة اللي انا كتبتها فهون عندي صحين باللون الابيض وهيك بكل بساطة اتمكنت اني اعرف مين قرأ الرسالة ومين ما قرأها داخل group الواتساب فان شاء الله تكون الفكرة عجبتكم والهون بكون انتهيت من الفيديو فان شاء الله يكون افادكم اذا افادك الفيديو بتمنى منك تعمل لايك للفيديو وتشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك وكمان ياريت تشترك بالقناة الاحتياطية رابطها موجود تحت الفيديو بالوصف واذا كان عندك اي سؤال اي استفسار اي اقتراح بامكانك تترك ليها تحت الفيديو بالتعليقات او من خلال صفحتي على الفيسبوك رابط الصفحة موجود تحت الفيديو بالوصف وهس انا عارف رح يطلع لي نفس الشخص اللي كل ما اشرح اشي عن الواتساب رح يحكي لهو انت ما عندك غير الواتساب تشرح عنه اه ما عندي غير الواتساب اشرح عنه